أخرج أحمد وابن ماجد به سناد حسن عن عامل بن ربيعة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه فليقل عبد من ذلك أو ليفتر قال يغتار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها غفران الزلات وتكفير السيئات وإجابة الدعوات وقضاء الحاجات وتفريج البربات وحلول الخيرات والبركات منجية من الشرور والآفات وفيها القيام ببعض حقه وتنمية محبته في القلب وهي من أسباب الهداية إلى صراط مستقيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لائكي